إذن في الحديث صلاة الفجر ذكر الله ونقول الذكر لأن ذكر الله عز وجل أقوى جنود الله في الأرض عندما خلق الله الأرض أخذت تهتز وتميت فأرساها الله بالجبال الراسيات فقالت الملائكة يا ربنا أخلقت ما هو أشد من الجبال قال الحديد يقطع الجبال قالوا أخلقت ما هو أشد من الحديد قال النار تذيب الحديد قالوا أخلقت ما هو أشد من النار قال الماء يطفئ النار قالوا أخلقت ما هو أشد من الماء قال السحاب يحمل الماء قالوا أخلقت ما هو أشد من السحاب قال الرياح تجري السحاب قالوا أخلقت ما هو أشد من الرياح قال ابن آدم يسخر الرياح قالوا أخلقت ما هو أشد من ابن آدم قال النوم فإن النوم يغلب ابن آدم قالوا أخلقت ما هو أشد من النوم قال الهم فإن الهم يذهب النوم فقالت الملائكة يا ربنا أخلقت ما هو أشد من الهم قال ذكري وقول لا إله إلا الله فإن ذلك يذهب الهموم ويفرج الكروب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صلاة الفجر كان الصحابة والسلف الصالح يحرصون عليها مهما كانت المصائب كلنا يعلم موقف هذا الصحابي الأعمى الذي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ منه الإذن في أن يصلي الفجر فقط في بيته على أن يصلي بقية الفروض في المسجد لأنه طاعن في السن ضعيف كفيف أعمى لا يرى وليس معه أحد يقوده والطريق بين بيته وبين المسجد مليئة بالحفر والعراقل كاد النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له إلا أنه سأله أتسمع النداء فقال نعم فقال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد من باب الترغيب في صلاة الجماعة التي تفضل صلاة الفذ أو الفرد ب27 درجة حرص هذا الصحابي على الخروج إلى صلاة الفجر وخرج وحده لأداء صلاة الفجر في المسجد فإذا به يقع في حفرة أخذ يصرخ ويستغيث حتى أتاه رجل لا يعرفه وأخذ بيده وأخرجه وأقامه وقام بتوصيله إلى المسجد وانتظره حتى أفره من الصلاة ثم أخذه وقام بتوصيله إلى بيته في اليوم التالي خرج من بيته فوجد نفس الرجل قام بتوصيله ورده في اليوم الثالث خرج فوجد نفس الرجل فقال له من أنت يا أخي يرحمك الله قال لا شأن لك امضي معي دون أن تسأل قال أريد أن أعرفك قال لن أخبرك قال وأنا لن أتحرك ولن أمشي معك إلا إذا أخبرتني من أنت قال أنا الشيطان قال عجبا لك إن الشيطان للإنسان عدو مبين كيف تساعدني على طاعة الله وأنت عدو لي قال عندما وقعت في الحفرة في المرة السابقة غفر الله لك ما تقدم من ذنبك فخشيت أن تقع مرة أخرى فيغفر الله لك ما تأخر من ذنبك وبذلك تضمن الجنة وأنا لا أريد لعبد أن يضمن الجنة ترجمة نانسي قنقر حصانة